نادي الزمالك أنا أطرح أعجبكم امبارح واول امبارح واول 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 العلاقة بين الزمالك وفريرة على وشك على وشك الانتهاء ظروف بقى الزمالك في البطوعة الأفريقية هيحصل إيه قدام شباب بلوزداد طب كسب الزمالك خسر الزمالك يبدو أن فريرة أيامه أصبحت معدودة مع نادي الزمالك طيب مين المرشح المصري الأول لخلافة فريرة لو رحل عن تدريب نادي الزمالك هو كابتن خالد جلال المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي واللي درب قبل كده الزمالك هو الأقرب ومعاه هيكون كابتن نبيل محمود مدرب مساعد وحسين ياسر المحمدي مدرب أيضا مساعد مع كابتن أيمن طاهر مدرب حراس مرمى يعني هيتم توجيه الشكر للجهاز المصري الحالي طبعا باستثناء حسين ياسر المحمدي ده اللي وارد يحصل بعد مباراة شباب بلوزداد بالمناسبة سواء كيسيبها الزمالك أو لا قدر الله إن شاء الله ما يحصلش خسرها نادي الزمالك وودع دوري أبطال الأفرق شكبالة شكبالة عنده حالة من الحزن بسبب عدم قيام إدارة نادي الزمالك بإصدار بيان توضيحي لحالته الصحية ده في الوقت اللي ظهرت بعض الأخبار بحالته من جانب القناة ونادي الزمالك ما طلعش بيان وقال فيها إن شكبالة سليم ومعندوش مشاكل كبيرة شكبالة عارفين حصلت إشعاعات كثيرة إنه ربنا يابد عنه كل شر يعني جاله مرض اللي قدر الله فيه يعمله مشكلة يعني والموضوع بسيط يعني راجع كان عنده نازلت برد بس جديدة شوية مش حاجة ضخمة يعني مش حاجة كبيرة يعني فشكبالة زعلان من إدارة نادي الزمالك إنها ما وضحتش ده فيه بيان رسمي